إذن نواصل معكم مشاهدين الكرام هذه التغطية أستاذ عبدالله العبدي بالحديث عن ولاية بنسلفانيا وهي من رؤوس الحرب في هذه المنافسة الانتخابية لسيما بالنسبة للمرشح الديموقراطي جو بايدن الذي يواصل في مقاطعات بنسلفانيا حملته الانتخابية حتى في يوم الانتخابات ويسابق الزمن من أجل لنقل الوصول إلى كل المقاطعات وأن يطرق كل الأبواب في هذه الولاية لماذا اليوم بنسلفانيا مثلا بالنسبة للمرشح الديموقراطي جو بايدن تحظى بكل هذه الأهمية المصيرية بالنسبة إليه فعلا بنسلفانيا هي الوصفة السحرية وهي السر بالنسبة لبايدن لأن الانطلق من الحسابات هي النتيجة التي حصلت عليها هيلاري كلينتون وترامب في الانتخابات 2016 نجد بأن هيلاري كلينتون حصلت على 230 بالنسبة لترامب حصلها على 306 لو حافظ ترامب على نفس الولاية نفس المرسبة فعلا أقصد دائما ناخب الانقبار إذا حصل على نفس هذه الأصوات وعلى نفس هذه الولايات سيحسم الأمر بشكل كبير استطاعت الرأي الذي ظهرت بأنه والشيء المهم هو أنه ترامب كان استطاع في انتخابات 2016 أن يختطف ثلاث ولايات تقليد كانت تصويت لصالح الديمقراطيين هذه الولايات صوتت لصالح ترامب إذن الولايات الجد مهمة هي مشهورة بنسلفانيا يجب أن ندخلها في العين هي ويسكنسون وميشيغان وبنسلفانيا لماذا بنسلفانيا بعدها؟ أولا إذن ويسكنسون عندها عشرات من ناخب الكبار وميشيغان عندها 16 إذن بإضافة بنسلفانيا وهذه المسألة السحرية يكون عندها بايدن 278 إذن وصل إلى معدل سحري 170 زائد 8 من ناخب الكبار إذن ويسكنسون وميشيغان وبنسلفانيا إذن هذه كطاولة لها ثلاث أرجل لماذا بنسلفانيا؟ إذن ترامب يريد أن يكسر إمكانية وقوف هذه الطاولة على ثلاث أرجل فإذا حسمت هذه الثلاث الأمر حسم في المراحل الأولى حسم بشكل كبير في المراحل الأولى إذن يريد أن يكسر هذه الفرصة اسمحي دقيقة بنسلفانيا وبالتالي بنسلفانيا في عشرين من مرشح الكبار وبالتالي سيكون إذا لم يحصل عليها عوضا 278 ستكون عنده فقط 268 لهذا سيكون عليه بعد ذلك لأنه كعمليات الشنطرج إذن إذا كسر لو بنسلفانيا أخذها منع أو أخذها ترامب يكون عليه مرة أخرى أن يذهب إلى أشياء أخرى إلى ولاية أخرى منها فلوريدا لهذا إذن بنسلفانيا هي الحل السحري ثم إذا سقطت بنسلفانيا من يد ترامب إذا أخذت في المراحل الأولى منذ البداية الأولى سيتم الإعلام بشكل كبير على نتائج جلتها فوق بدون أن نتابع تكساس أو أريزونا أو أي أو الأخرى أو فلوريدا لكن إذا ذهبت فينسلفانيا يكون من ضروري استمرار الأشهرات إذن حسابات أخرى يجب أن نضر في فلوريدا حصل على فلوريدا سيكون بالنسبة إلى العدد من ناخب الكبار ستكون 287 ناخب كبار مقابل 251 إذن بنسلفانيا سقتل آمال ترامب إذا لم يحصل عليها ستكون عنده فرصة أخرى ترجمة نانسي قنقر